موسيقى 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 الله أكبر لا إله إلا الله اللهم لك صند وعلى رزقك أفضر بسم الله الرحمن الرحيم تفضلوا يا شباب بس إيه دا بطارئ دا انت عامل وليمة مين هيكل كل الأكل دا هذي شغلة بسيطة يا ناجيبيك تفضلوا تفضلوا صحوا أنا اسمعوا هذي النكتة اتنين غزازوة واحد بيقول لتاني إيش اسمك جلو عي جلو إيش اسمك جلو عي جلو إيش اسمك إيش جلو عي اقولني البامي يا توهمي من عندك ونبقى طب وهذه واحدة ثانية اديني طبع البامي لحدها بسرعة ايه ايه بتعمله ايه بقى خف ايه توهمي ارحم يا عبد الجليس ارحم خد خد يا راحي الله عليك يا ناجي بيك ايه هتفضحوله ههههههه ليش ما عم بتاكل يا حسان لا بنا مفيش بس بس لي فتكرت أبوي قول عزيزي قول عبيب عضو باش اشتركوا في القناة ما لك يا حسام يا ابني هوقات كتير قوي بننسى وبنحاول نعمل فسر ان نحن نسينا لكن ممكن تجي علينا رحظة بيخرج فيها كل اللي حاول ننسى وبنشوفه قدام علينا الناس اللي بتحكي عنهم يا حسام هدول هم اللي بيحبهم ربنا والحمد لله انك من الناس اللي ربنا بيحبهم اللي ربنا بيحبهم بيكرم وبيستجيب دعاء انت بس ادعي ادعي وربنا حيستجيب دعاك قول يا حسام نفسي ارجع شمي ريحتك لما كان بيشمي عليك تفون عيل صغير كان لما بيصح من النوم يملى البيت كل بحسه وكان قبل ما يجي صحيني جي يليني واقفه الدم يقلتي في كل عارقة بيعملها كان لما بيتحك دحكته بتنسيني وتفرحني وتحسسني ان انا ليا ظهر وصند انت دايما بيوصلوا بعجيب شايفوا اقوى واحسن رجل في الدنيا يقفت باتمنظر قدام صحاوي بعد كل بتولي اخدها في العاب القوة كانوا بيتمرني حاجة بيعطني على كتافه بيعمل كل تدريباته ووشيني كان يبصلي وانا على كتافه وقاللي انت بقيت اطول مني يا دي حسان وانا على كتافه كنت بحس ان انا ممكن احط ايدي في السماء في عين الشمس وطول ما انا على كتافه كان يقول لي انت عناية وايدي وسيبني انا بقى رجليك انت عناية وايدي باقي ايدي اخي بطوله رحها غب فيهاه ولما رجع ده يخلق عليا وهو قاعد على كرسي جاءت له أصابة في العمود الفقري وتشر أنا آسف أبا حك لا أبدا يا حبيبي ولا يهمك اكمل إن ومية بايتش ايدوا عني بس بايت درقلي خنان ونيفت شمون عني لديوile من الشوفقها في تاني عاليجن ويرجا اتاعدتها وبايتدا على فوق من النوم ده أبويا بقى عامل زي شرير فكومة لات حد سائل فيه وانا عاد حد فكره اشتكده من نفسه عامل اي حاكي في الدنيا تقلمي بها فلوس كتير قوي عاملوا العملية ويرجع تاني وفر رجلو يا بختو العبد اللي ربنا يرسوه ولد مثلك اكيد بيحبه بحبه كتير زي ما انت بتحبه يمكن اكتر انا نفسه اثبيت له الحب ده بالفعل مش بشوية دموفة عني ادعي يا عسام ادعي وذا ربنا اراد اكيد كل الفلوس اللي انت عايزها هتشيلك من حيث لا تحتسب